ريديو ستارز إزاعة النشوم اشتقتلك كتير اشتقت لحنيتك لبسمتك لضحكتك لهضامتك انا اشتقتلك كتير وبحبك كتير وبتمنى ان متل ما روحك راح يتفدى هالوطن يكون دمكن وروحكن ايامة لبنان حندلنا نتابع القضية طبعا لاخر نفس من عمرنا اشتقتلك كتير يا خيّة بوعدك انو راح دال مكمل للاخر راح جيب العدالة وكرمال دمك ما يروح هادر خيّة اشتقتلك كتير لك فئدة بالبارد بعرف العدالة باللبنان ما هتوصل لمطرح انتو هتجيبوا حقكم بيدكم ودمكم ما هيروح هادر بحبك كتير ما هأنسك كل حياتي وبدعيلك كتير ان شاء الله انت عند رب العالمين بقى على رتبة بقى له انا مستطرة فيك قد الدنيا وانت رفعت اللراسي وانا عبيحمد الله وبشكره كل يوم انو قلع عطاني اياك وبيل له انا اشتقتلك كتير وان بدعي ربك اليوم انو ارجع اجتماع فيك لقابتك قضيتنا نظل نحك فيهم كل يوم قضيتنا الاكبر انو نتخلص من هالزعران لحكميننا اللي كل يوم عم يقتلوا شهديقنا ميت مرة نحنا منحبكم لاخر نفس بحياتنا ورحنا نضل ناضل كرمال قضيتكم لاخر نفس بعمرنا ولاخر يوم بحياتنا رح نضلنا مكملين لنردلكم كرامتكم نحنا منحبكم كتير من كل قلبنا ورح نضلنا ورا القضية تبعكم لنعرف مين قتلكم ومين اعمل فيكم هيك شو كان صار لو اربع قاب ما كان مصيروا الانفجار؟ شو كان صار لو كل خي ضل حتخيه؟ لو كل ام حضنت ابنه؟ لو كل اخت خبرت خيه عن همومه؟ شو كان صار لو العرسين كملت فرحتهم وكبرت العائلة معهم؟ بتوجه للمسؤولين وبسألهم مش مهم اذا نحنا ما سمحناكم بس الاهم تسألوا اذا الله حيسمحكم يوم الثلاثة اربع قاب من عام 2020 الساعة ستة وثمانة دقايق واربع ثواني بتوقيت بيروت نهزت واتدمرت منطقة كبيرة من بيروت بكاملة من بعد تفجير ضخم بالعنبر رقم 12 بمرفق بيروت ادى التفجير لاضرار جسيمة بالمرفق والمناطق المجاورة حتى البعيدة اضافة لمقتل اكتر من 218 شخص واكتر من 7000 جريح ما زال قسم كبير منهم عم بعاني لتاريخ اليوم بمناسبة الزكرة الثانية القليمة من تفجير مرفق بيروت اذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بتقدم حلقة خاصة من برنامج نجوم كافي يوم الخميس اربع قاب ابتداء من الساعة 11 الصبح بتوقيت لوسانجلس كاليفورنيا والساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان البرنامج من اعداده تقديم الاعلامية اللبنانية ستيسي افريكيان ارابيان بشاركة بالتقديم الاعلام اللبناني صقر لبعيني راديو ستارز اذاعة النجوم للوطن للعنام 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 بالمعين السماء زيفنا والقلق سهلنا والجبل من بطل الرجال قولنا والعمل في سبيل الكلام كلنا للوطن للعنام للعنام كلنا للوطن شيخنا والغداء عند صوت الوطن اسمها بالمتال ساورنا الكتاب شرقنا طلبه بابدل ربنا صنعه ربنا في سبيل الكلام كلنا للوطن للعنام للعنام كلنا للوطن سواقت ناغاب 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 مش بحروق مرذوق أت VAN ما aprove Syman Tour مردوق ناغاب zero زيضوق دبوق أت بحروق عز وفور ما أت لوا شروق أشتغوا أرزقوا أرزقوا للكلوب والغلا للغمان للعلا للعلم والغلا للغمان حرقوكي دمروكي لديل السوداء كسروكي شوروكي لقلوب العميان حرقوكي دمروكي لديل السوداء كسروكي شوروكي لقلوب العميان بس نسيوا إنك أقوى وعقلوبنا أنت الأغلى وراجعة أيامك أحلى كسروكي شوروكي لديل السوداء فكروا إنه صفحة تفجير العنبر 12 بمرفق بيروت طواها النسيين غلطانين أرواح الشهداء المرفق عم بتنادينا من تحت الإطراب انفجار مرفق بيروت بأربع قاب 2020 أطلق عليه مصطلح بيروت شيما تشبيها وللأسف بي اللي صار لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي انفجار المرفق بيروت ودواحيها أدى أضرار كبيرة بالمرفق وبالمنطقة بكاملة اتضررت المحلات والمباني السكنية والأسوأ نعم والأسوأ أنه سبب مقتل أكتر من 233 شخص وإصابة أكتر من 7000 شخص بحرقة قلب عم بقولهم وعم برجف أنا وعم بحكي عن انفجار مرفق بيروت خلينا اسمع زميلة سقر شو عنده تفضل سقر اليوم يوم تاريخي مش بس للبنان ولكن للعالم كله مثل هيدا اليوم ومن سنتين برجع بتذكر العالم مقساة هيروشيما وناكازاكي مثل هيدا اليوم ومن سنتين صحي ضمير كتير ناس بالعالم ووقفوا حد لبنان بمحنته كل المسؤولين عنا كلهم تهربوا كلهم تنصلوا من مهامهم وكلهم تآمروا يمكن خافوا لأن الضربة كبيرة ما كانوا متوقعين هيك ما كانوا متوقعين هيك يصير اليوم عم نستذكر وعبر أثير راديو ستارز المقساة الكبيرة يلي مش ممكن ننساها وبدل ما ينعمل تمثال أو يتحافظ على الإهراءات يلي حمت لبنان من مصيبة أكتر لو ما كانت موجودة اليوم عم نشوفها عم تنهار مكسورة يمكن انكسرت وانهارت من قلة الضمير يمكن تعبت هي وقفة وقال بركي قزماتت تحمي الذكرى يلي راحوا لقربة دقيقة دقيقة صمت لروح أرواح الشهداء تحمي الذكرى يلي راحوا لقربة أكتر تحمي الذكرى يلي راحوا لقربة أكتر وقال بك في سنك الحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني أحبك يا لبنان يا مطريق سألوني شو صارت في بلدي العين مزروعة تاير نار و بواريد سألوني مزروعة تاير نار و بواريد وقال بلدنا وقال بلدنا وقال بيخلق شديد لبنان الكرامل والشعب العليم بك قلت اليوم بلدنا عم يخلق شديد لبنان الكرامل والشعب العليم كيف ما كنت بحبك كيف ما كنت بحبك بجمورك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعها أحبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا عطاني يا عطاني يا عطاني يا عطاني مسأ الخير صقر مسأ النور ستيسي يعني شوهر الليلة شوهر يوم ره حزين فعلاً يمكن بتعرف إنه لأنه نحن عايشين بلبنان هون وبتذكر كتير منيح على المأساة لما صارت كيف كان شعورنا هزة أرضية صارت هزت لبنان والضمائر عن بعض المسؤولين ما نهزت ولا رح تنهز للأسف كنت عم بعمل ريسورج وعم بقرأ إذا فيه أي شي جديد وفجأة عرفت وقت صار الانفجار من سنتين بأربع أب قال اليوم رح أحكي كل شي لأنه ما عندي فيتو ببرنامجة وأنا كشخص صوت حر وأنا كلبنانية كمواطنة حرة أحكي بدي إيه لأنه حقي كلبنانية أحكي على الوقت بليلتها ليلة الانفجار الرئيس الجمهورية ميشيل عون دعي المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارق بيأثر بعبدة لبحث الانفجار ولكن لغاية اليوم بعد مشاكله خلص الاجتماع ولا رح يخلص ولا رح نعرف الحقيقة شو رأيك أنت؟ أنا الصراحة ما بشوف سرعة الكلمة وعالتعبير الوقاحة ببعض المسؤولين يلي بقولوا كلهم بدنا نلاقي بدنا نلاقي الحقيقة بدنا نلاقي المجرم بدنا نلاقي وين أنا بدي لاقي أنت بدك تلاقي ما في قضاء بيلاقي فيكن تضغط ولا تلاقي الحقيقة وين الحقيقة والكل بيعرف وين الحقيقة للأسف ولكن عم ببعدوها دايما للأسف العطرة على اللي راح والله يصبر أهالي الشهداء يلي راحوا ما في شي بيشفي لهم غليلهم أنا شخصياً ما عندي حدا بيقربني بس بحس كل شهيد من اللي راح بالمرفق هو بيقربني خيي بيي ابني اختي فهيدا كل اللبنانية توحدوا على حب هيدا الشغلة ولكن عم بيحاولوا يفرقونا بالنعرات الطائفية والنعرات السياسية لأنه لأ في هيدا الطائفة ما بده حقيقة هيدا الطائفة ما بده والشعب كله بده الحقيقة شعب كله متضامن مع الشهداء خاصة أننا بالغربة يعني منندفع أكتر منشتاء لوطننا ما بقى نحس بأمان ولا قادرين نزور بلدنا للأسف حقيقة معروفة ولكن مخباية أنا بلاشت أحكي عن رئيس الجمهورية لأنه هو بتعرف للأسف الأعلى كاسم ما حدا أعلى من حدا لأنه معنا غير ربنا هو أعلى شي هو فوق راس الكل قلت شي كتير حلو بالآخر كلنا هو إخواننا إخواتنا بالإنسانية منشعور ونتألم معن منحس معن صار بدنا الحقيقة تنقال وعلنا نتنعرف طاعة طاعة هلا بعد شوية كمير راح أحكي شي عن عن قضي البطار كمير كيف عم بيجرب يخبي الحقيقة قدي في دغوطات راح أحكي بليلة سبعة قاب 2020 بعد كم يوم من انفجار أمين أقعام لحزب الله السيد حسن نصر للشؤال وكيف كل حدا عم بيتهرب من الموضوع راح أحكي كل الإشي علنا ومش عايش بهم ما يسمع مش عايش بهم ما يتابع ولكن بتنا نطالب بالحقيقة ورح نضل طالب فيها متل ما شعب الأرمني من 1915 عم بيطالب بحقيقة المجزرة يلي صار بلبنان كمان مجزرة كمان يعني نحكي أكتر من 233 أتيل وسبعة تلاف جريح صح صح هيدا عادة عم نحكي نحنا الأتيل تعرف أنه ستيسي في عنا مقتولين نفسياً كتير صح في مقتولين نفسياً كتير أنا عم قللك أنا قاعد بالجبل بعيد 60 كيلومتر أو أكتر من 60 كيلومتر على المرفق كنت على البالكون عادة قاعدين وحسات بهزة أرضية صارت قرفت انفجار صرت تطلع بالمنطقة أوين في شي انفجار أنيند غاز أو شي ما نبين ولا الدخان ولا شي قريب ركعت على التليفزيون ضغري لقيت بيروت والعاني أنه هيدا الانفجار اللي من بيروت لهون أثر فيه فكيف اللي ساكن ببيروت صحيح كيف هالطفل يلي كان نايم ومرتاح عم يحلم ببلد جديد عم يحلم بلعبة يلعب فيها بيطلع هالانفجار حده شو شعوره بس هود يفكروا فيهم ما يفكروا أنه عنا شهداء وعنا ناس ما ماتوا قريبينهم بس عنا ناس كتير ميتين وهن عايشين ما حدا حاسس فيهم صحيح للأسف دايما نحنا منقول نحنا أولاد الرجا نحنا مؤمنين ما لازم نحكي ولكن صرنا عم ندعي عليهم لهن يقطعوا بذات الشي ليحسوا شو يعني فقدين الأب والأم والطفل والخي والأخت والأحبة والأصدقاء والمقربين والعيلة والأعو والأهل للأسف صرنا لهالدرجة إذا بدنا نحكي كمان أكتر من هاك انت عم تتذكر السياسيين شو قالوا بلالة الانفجار أنا بحكي دغري شو حكي رئيس الأمريكي دونالد ترامب لما نطلع وصرح أنه عمل إرهابه ما أكبر دولة بالعالم ما بيطلع بقول كلمة هاكة لو ما كان عارف أنه عمل إرهاب لأنه عنده أقمار صناعية شغالة 24 على 24 بعدين نسحبت الكلمة وقال مكان قاصد الموضوع ما بعرف شو اللي صاير اللي صاير أكبر بكتير من اللي عنا بلبنان الزعمة يلي مش قادرين يحكوا الحقيقة لأنه الحقيقة يمكن أكبر منهم يمكن إذا حكوا الحقيقة هن روس كتير بطير يمكن ما بعرف عشو خايفين بس هاهم بده جرأة بده جرأة الشخص اللي بيطلع بيقول الحقيقة لو طار بنعمله تمثال وذكرى مدى لأبد الآبدين عنا أشخاص خلدوا بالتاريخ أمير فخر الدين حرب العثمانيين والأتراك خلد بالتاريخ لاي لأنه تحداهم بده بلد ويمشي قالوا ليه عم تعمل أنت اقتصاد ببلدك نحنا محتلين نحنا اللي بنقول لأ أنت هم محتلين بس أنا بدي أعمل اقتصاد بدي أخلي بلدي يزدهر طيروا للأسف يطلع أي زعيم أي سياسي أي شيء يقولي الحقيقة كلنا بنحبه ونوقف حده إذا منشوف بالتاريخ نذكر أسماء غير يلي ذكرته حضرتك إذا منفوت بالسياسة مع حفظ الألقاب بدءا من بشير جميل رونيم عواد وكتار غيرهم كمان صاح يعني كتار شيخ شف الحريري يعني كتار يلي حكيوا الحقيقة ممنوعة كأنه الحقيقة في لبنان بالوطن العربي الحقيقة ما لازم تنقال عكس يلي نحنا منفكر فيه للأسف للأسف وتحيي كمان لروح في شغل كمان تحيي لكل الطايف الأرمانية كمان للذكرى شهد اللي راحوا كمان لتهجروا وتعذبوا كتير بس مما تحقن وراءه مطالب القضية الأرمانية هي يشاهد على أي شخص ضع حقه يشوف القضية الأرمانية كيف رجعوا أخذوا حقهم ورجعوا في ناس كتير رجعوا على أرمانيا بعرف أنه أخذوا حقهم كمان مما تحقن وراءه مطالب وأنا هون بشد على إيد أهالي الشهداء يلي عم يتعذبوا يلي عم يجيهم تليفونات وتهديدات ليوقفوا بعدهم مكملين أنا بشد على إيدهم وبحييهم من كل قلبي وخلال الحلقة تباعا رح نسمع رسائل صوتية من أهالي وأخوات الشهداء وكمان بعد الفنانين يلي كمان بعطوا لنا رسائل صوتية وهون تحية لكل الشهداء فوج إطفاء بيروت كمان استشهدوا وهن كانوا بمهمة نزلوا على مرفق بيروت ولكن ما كانوا عارفين شو نطرهم خلينا نسمع غرر بهم خلينا نسمع بصوت أمير يزبيك أغني يدفاوج إطفاء بيروت نعم نحن رجال فوج الأطفاء نحن رجال فوج الأطفاء هيا رجال الفدا والوفاء نرس الصفوف نلب النداء نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال فوج الأطفاء هيا رجال الفدا والوفاء نرس الصفوف نلب النداء نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال فوج الأطفاء على التضحيات رسلنا الطريق نخوض البحار لنشل الغريق أهدت خياتي لسند الطريق قهود البحار لنشل الغريق يبقى الشزر والربا والبصر نكر ونحمد سر الحريق نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال نحن رجال فوج الأطفاء هيا أعجال الفدا والوفاء نرس الصفوف ننب النداء نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال نحن رجال فوج الأطفاء بليل المخاطر نحن الأمل قلوب تصارع قيد الأجل بليل المخاطر نحن الأمل قلوب تصارع قيد الأجل نصد الرياحة نلم الجراحة بكل صروف وأمر وجل نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال فوج الأطفاء نكافخ نارا نصوم الضيارة نحن رجال فوج الأطفاء شكرا أمير يزبك لها الأغنية لكل يلي استشهدوا بها النهار بالزيت أنت برأيك صقر هل بتعتقد الحقيقة قربت ولا رح تضل مثل كل الأضايا باقي محتوطة بالرف وممنوح حدا يقرب صوبة معه وممنوع تنقل رح أخذ جوابك ثم رح نسمع رسالة صوتية من سيدة نانسي خزامي زوجة الشهيد إلي خزامي حسب تحليلاتنا وحسب شو عم نشوف أن الحقيقة معروفة ما بدتنا أن يحكوا فيها ما بدا لما حكي رئيس الحكومة السابق لدكتور حسان دياب الخمسة أيام تطلع الحقيقة فعلا كان معه حق وكان يعرف شو عم بيقول ما بده أكتر من الخمسة أيام ما أعرف مين جابه ومين حطه ومين سكر الباب ومين آآ مين سمح يفوت حدا مين ما سمح حدا كل شي معروف ولكن هون في لبنان الضغط اللي عم بيصير شي مش طبيعي ضغط خير يجي جوب الجاني كمان لا يراح ما حدا بيعرف لا يراح شو السبب كمان بتصور الحقيقة معروفة ولكن ناقصة جرأة أو ناقصة غطاء سياسي لتنحكى لأنه بتصور إذا انحكت كتير روز تحتطير للأسف متل ما تنفزت هالأمور تهديده وبعدين تهديدات وقتل وإلى أخيره حسن الدياب ما راح أقول ألقاب لأنه أصلا ما بتلبقلهم الألقاب كل الطائم الحرمية والكزابين والنصابين وهن بذات الوقت مجرمين لأنه سكتين على الحقيقة حسن الدياب كان أيل بشغل واحدة صح بحياته أنه خمس سيام متل ما قلت لأنه هي الحقيقة ما بده أكتر من هيك أصلا بيقدروا بين ليلة وضحاها كمان يعرفوا الحقيقة ولكن للأسف غطوها خلينا نسمع نانسي خزامي شو قالت يا أقول للسياسي أنه بعدنا جرحنا مفتوح كل ما هي العدالة بعدها غايبة هايدي هي الخمس ديم اللي وعدونا فيها منعرف شي عن التحقيق اللي صارت سبعمية وثلاثين نهار ونحنا بعدنا ناضرين جهنم قليل عليهم ما رح ندعي لأنه نحنا منع بلأ أخلاق مثلهم بس هنه ما خربوا بس ولا فجر والحجر هنه خربوا بيوت العالم ويطموا عيال كل شهيد في وراه عائلة ما عم تعرف تعيش بغيابه كل عائلة من عائلة كل ضحية وقعت بانفجار بيروت عم تتنفس بالغصب وكل مسؤول يعرف انه عنده عائلة ودنا دولاب إذا مش خايفانين منه ولا ولا عاملين حساب لعدالة الارض خافوا من خافوا من الله بس هيدا أقلشي ولا إليه بتقلو أنه ولا نهار قدرت أتقبل هدنا بدونه ونيه لسه ما فيك يا بطل اشتقتلو عائلة موعم ب оказدي خ差 موعم يرحمك لقيم موعم لعدوان وحصاب واكتر اللي كانوا عم ينتظروا عايق قومي وقافي يا بيروت نب عمر الشمس بتموت خلي نورك يملأ الجون ويمحي هالغيمات السود نعرف عين الغدر عليك بس انت أقوى بكتير وقلوب الناس أحوليك معيك حدك شو ما يصير قومي وقافي يا بيروت ما بعمر الشمس بتموت خلي نورك يملأ الجون ويمحي هالغيمات السود نعرف عين الغدر عليك بس انت أقوى بكتير وقلوب الناس أحوليك معي حدك شو ما يصير كلنا نطرين تمرق هالغيمة السودة بقى عن لبنان خاصة انتو يلي عايشين بلبنان سقر بعرف قدين معاناة عم بتعيشوها خاصة يعني اليوم كان نهار كتير قليم هالكن يوم حداد هالا تسكرت المحلة التجاري والمؤسسات؟ ببعض المناطق كان في تسكير حدادا على أرواح الشهداء اللي راحوا في تنكيس أعلام بالدواية الرسمية خاصة الأصل الجمهوري نعم ببعض المناطق كانت العالم كلها حزينة اليوم وللأسف يعني ما فينا نتابع التي في لأ ما في كهرباء ما في شي بس انه تابعنا هالمهرجين المظاهرة اللي صارت واللي ألمنا أكتر وتعبنا من يومين لهلأ هو كل يوم بيجي خبر أو كل شوي إهراءات بيروت مرفق بيروت تنهار تتصدع تحترق ليش أولا؟ تحترق من شهر تتخبل حقيقة تحتها؟ لا حتى ما ينعمل هيدا الإهراءات تنعمل تمثال أو تنعمل شكل يضلوا ضميرهم يوجاعهم إنه لايك كيف كان الإهراءات هلأ بتتهدم مع الوقت الأمح عم يتفاعل حسب حكي وما بعرف كيميائيا إذا صح تأبير إنه هالتفاعل أنتم معرفين إنه هالتفاعل بصير لايما شلتوا الأمحات مثلا لايما هويتون لايما ديراكتوا الموضوع قابل لاينا طرين لتنفجر وانفجرت بدهم ينتظروا قرار لانطفة إنه كل هالأت بدأ قرار لانطفة صار في حريقة منطفة ضغرة ما بدنا قرار تسلسل إداري وما بعرف شو له حتى ليتنطفة ما بعرف شو له عم يسير للأسف بيكون فيه قوانين وفيه قرار وفيه متل ما بدهم ولكن للأسف وقت لازم تنقل الحقيقة بتتخبى وقت هن بدهم على زوء بمشه الأمور صح للأسف سمع على شو سمعوا هالخبرية بسبع أب من عام 2020 قال أمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخطاب أعلن اليوم نفياً قاطعاً ومطلقاً وحاسماً إنه لا شيء لنا في المرفأ سمعته إنه لا شيء لنا في المرفأ لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن سواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات أمونيوم على الإطلاق إن الحزب لديه معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لديه معرفة بميناء بيروت ومحتوياته ومنشاءاته لأن دورنا هو المقاومة فقط هيك بيتحكوا هيك بيزقفوا لك في أكتر من هيك كذب بقى سمعت شو قال له سقر عجبك خطابه سمعت قبل بشهرين لما حكي إنه هو بيعرف وين فيه نيترات أمونيوم بحيفا وبيقدر بيلحظة بطيرهم وما بعرف شو وهالأصص هايدي أنا يمكن بتصور بتصور تحليلي يمكن سيد حسم وصله هالورقة هايدي بس ما معه خبر بالحقيقة اللي قاله عن نيترات الأمونيوم الكمية اللي موجودة بحيفا اللي قال عنها هو كان عم بيقصد بيروت من دون ما يعرف هايك بتصور وأنا بعرفه إنسان كتير ذكي أنا عندي احترام كتير تجاهه لأنه هيدا الإنسان بخطط بزكا وبينفذ بزكا ولكن هيدا الحكي ما بيقطع ولا ممكن يقدر يقطع لأنه كذب بحد ذاته ما بيتصدق بطلنا نحنا اللبنانية عفواً على التعبير الخواريف منصدق شو ما بتقوله قولوا الحقيقة خلصونا بقى لا يرتاح الشعب لا ترتاح الأرواح على القليلة احترموا الأرواح الشهدة نعم عنا رسالة صوتية أيضا خلينا نسمع من مين أنا وصقر ومنرجع منكمل لها نعم اعتقد إنه الحكي كل اللي نقال اللي بكى حجار السوان لزفت الطرقات نزل دموع الدنيا عم تبكي على عكل الضحايا اللي راحوا بانفجار أربع قام يعني شو ما نقال ما بقى نلاقي كلام نقوله لأنه بعدها الغصة وبعدها الدمعة وبعدنا عم نطالب العدالة إنه تنعرف الحقيقة وكل يوم بقول مبارح كانوا هن يمكن نحنا بكرة إذا ما كنا نحنا اللبنانية إيد بإيد ونرجع نتحت كلنا بوجه كل المجرمين اللي بدنوا يخربوا هيدا البلد مين ما كانوا يكونوا بوجه كل الفاسدين اللي دمروا لبنان للأسف نحنا مشارزمين مشتتتين مقصومين نحنا اللبنانية مقصومين مئة قصم هيدا اللي بحزننا وهيدا اللي ببكين ستين سنة عايشة بهيدا البلد مرقنا بحروب كتير ومرقنا بنزاعات احتلالات بتفجيرات بمليون قصة مرقنا وما تعلمنا إنه نكون إيد وحدة أنا بقول لكل اللبنانية مبارح هن يمكن نحنا بكرة هذا ما إنه كلام شعر يتذكروا من 40 سنة لليوم قديش يخزرنا ضحايا من وراء حروبهم وإجرامهم الهمجي على أرضنا كلهم كلهم ما طلعوا منها بحق الوطن صح وأكترية الشعب منهم منيع بحق بلدهم أنا بس بدي أقول الله يرحم الضحايا ويصبر قلوب أهليهم ويشفي كل المصابين واللي صار عندهم إعاقة الله يصبرون لأنه كل يوم عم بيتعذبوا مليار مرة والعدالة من عندك يا رب إذا ما كان في عدالة على الأرض لأنه أكيد ما في عدالة على الأرض نحنا ناطرين عدالة السماء الله يحمينا ويخلصنا وينجينا إذا كان بعد في شي مخطط لها البلد للي عمينا لا تبكي يا بيروت وهم الدنيا همك بكرة الحزن بيموت والفرح بيضمك لا تبكي يا بيروت وهم الدنيا همك بكرة الحزن بيموت والفرح بيضمك بكرة نهار جديد كتر البكي ما بفيد راح ترجع عي أكيد أقوى من الأول شوارت خيمة الحزن راح ترجع الأيام وتعيش بسلام يا بنت حلوة يا بنت حلوة يا قلبه لا لبنان بكرة نهار جديد كتر البكي ما بفيد راح ترجع عي أكيد أقوى من الأول راح ترجع الأيام وتعيش بسلام يا بنت حلوة يا بنت حلوة يا قلبه لا لتنا يا بنت حلوة يا بنت حلوة بيروت وقت بيغنوا لبيروت بتحس بفرح قد ما تكون بيروت حزينة وقت يغنوا لبيروت بتفرح ليه؟ لعم تلبق لها الحياة وبتلبق لها البسمة بيروت هي جميلة مهما صار ومهما فعلته شأته أم أبيته بيروت رح تبقى سعيدة صحيح فضل عوني بيستحضرني أغني للراحة اللي كتير زكي نصيف بيقول فيها مهما يتدمر بلدنا بيرجع لتعمر مهما يتدمر بلدنا بيرجع بيوقف متل مكان وأحسن وبيروت نفس الشي هيدا اللي قادة كمان الشاعر الكبير نزار قباني كل ما تطلبه بيروت منكم أن تحبوها غليلة هيدا الكلام شاعر سوري عربي عم يحكي عن بيروت حبوها بس نحن نقصنا اللي موجودين يحبوا لبنان ما بيحبوا لبنان بيحبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة لبنان هيدا اللي للأسف وجعنا متل ما قالت الممثلة اللبنانية المواطن ما عم بيحب وطنه عم بيفكر بمصلحته صار المواطن بحاجة لعشرة دولار مش عم بحكي أكتر بعشرة دولار بيسكتوه بيسكتو حقيقة بيسكتو كل شي بيعرفو لأنه للأسف صرنا بوضع مزر أكتر من مزر يمكن كلمة مزر بعدها كتير قليلة لأنه بعرف المواطن شو عم بيعاني كيف عايش فيه ولات عم بتنامج وعاني فيه عياة اللي عم تاكل فقط مرة ووحدة بنهار ممنوع هالشي يصير وينك يا دولة وينك أنت بتقبل يا رئيس جمهوريتنا بلبنان أولادك وأحفدك يصير فيهم زيت الشي أكيد لا فكر بي غيرك فكر بي أولاد وطنك هيدا وطنك هول أولادك كلهم مش أنت بيل كل بش هاتر تطلع تقول لوين رايحين عجهنم تفضل وصلت شعبك عجهنم وصلتن نعم وصلتن للأسف ما بعض هزا جهنم هالقد موجهة ولا نحن بعد ما وصلنا عجهنم أو يمكن تخطينا جهنم يمكن لأنه اللي عايش هاون غير اللي بيسمع اللي عايش هاون بيمطر ربطة الخبز بالصف نخلص من عزمة الخبز بفجأة ستيسي الغريب وقت اللي حطيت على الفيسبوك أنه أنا برامت حطيت أربعمائة ألف ليرة لأجيب ربطة بعشرين ألف وش حاية دي كاني شاحتها ولو ما بعرفني الزلمة وشيفني وكذا وهيك ما أعطاني ربطة خبز تاني يوم حلت الأزمة وصار الخبز موجود وصاروا عاية طول ما تعاوش تروا خبز طب كيف كان في أزم مبارح واليوم ما فيه عميله الشعب اللبناني بأزمات مشان ما يفكر بأي شيء تاني اليوم أزمة بنزين بخلص فجأة بكبس تزر أزمة خبز تخلص فجأة بكبس تزر أزمة مزود أزمة بوغراجينا شكوية هون الكارثة 250 دولار برميل ومش متوفر في ناس السن الماضي كانت تنام تحت لحرامات لتتدفع في ناس تنايم ولادة بكير تقولوا أنكم تناموا مشان مدرستكم وهنا عم بنايموا مشان يطفوا النار لما عنده النار يدي يتدفوا صارت كل شيء متوفر كل شيء متوفر بس لقلن مش للشعب كل شيء متوفر لما يجي بآخر التفيول مدعومة تتحول دغري على المراكز الرئيسية معروفة تتحولت طب الشعب شو بيعمل مبعارف عنا رسالة صوتية من خطيب الشهيدة والبطلة صحر فارس خلينا نسمع شو قال بحرقة قلب بعد مرور سنتين على تاني أكبر تفجير بالعالم غير نووي خليني وجه رسالة للقضاء اللبناني مش للسياسيين لأن السياسيين معروفين من أول ما خلقنا من 30 سنة لليوم أنا بحبوا المراوعة وبحبوا الكذب واللف والدوران رسالتي للقضاء اللبناني أنه ما تكونوا مسياسين ما تردخوا لدوطات السياسيين نحنا ببلد نحنا مش بمزرعة أنتوا صاف الحق اللي بيحكم بالعدل نحنا مش طالبين شي منكن إلا تحكموا بالعدالة والحق لقلنا طالبولنا بالحق والعدالة وتجيبونا إياها للشباب اللي بعمرنا كرمال الشهداء اللي خسرناهم كرمال خطيبتي سحر يلي كان عنده أحلام وقتلتوها بعمر الورد بدي أنا جيبولي حق القضاء أنا مش مضطر التجيء للتحقيق الدولة أو للدول الخارجية كرمال أنا جيب لي حق خطيبتي كرمال هاك لأنه نحنا ما عم نلاقي في نتيجة كرمال هاك أننا حنتجه للخارج بسعي من المنظمات الدولية اللي بتساعدنا وبتساعد القضاء اللبنان رسالك لسحر أنا كل يوم بوجهها لرسالي لسحر بقل لي أول شي شائلة أليك اتعدى الحجود نيال قلبك أنت من محل اللي بيشبقك نيالك أنك حد يسوع محل ما في وجع ولا هم ولا شي بدي أطلب من سحر طلب أنه هي تصليلنا منفا لأنه هي البيسل بدي هي تكون حد عطول لأنه هي موقفتني على إجرية بدي أطلب منك تكون مرافقتني وما ليك حارس على كتافي وين ما كنت لأنه أنا بلاها ولا شي وهي حدى وأنا حاسس فيها وبقل لي اشتقتلك قد الدنيا عروس وقد ما يمرق وقت حقك حيرجع مش لا كرمالي ولا كرمالي الكرمال اللي مثلنا ما بقى ينزلقون من جواة القلب من جواة الروح بعد باسم الحب من العمر المجروح وحياتك يا بيروت يا فرح الحزين نحن هنا بتقوت ولو غفيت السنين بديه سعبة نسمع هايك كلام عم بيقله انت معك اللحظة وبحبيك وانت عروس قتلوا حلميك بديه بيوجع هالكلام لانه كل حدا منا خسر حدا بيحبه بالحياة ان كان بها الانفجار او غير هالانفجار يعني منفهم هالقلم فئدين الشخصة عزيزة على قلب كل واحد ده ده مؤلمي هالرسالة يا صقر من جبارك نحوان طح طح بكتر شي لما قال لها انت اديسة انت دعيلنا من فوق يعني قد ما نحن موجوعين هون مش نحن عم ندعيلها بالسلام وتعيش روحها بالسلام هي تدعيلنا لحد تالي نحن كمان نعيش بسلام نخلص من هالقاتون اللي عايشين فيه اللي عايشون فيه يعني صح طلب منا هي تصليله لان هي حد يسوعه هي اديسة هي الكلام بتسمع قدي بتنوجع طب وين احساسكن انتو يا حرامية يا مجرمين كيف ما بتحسوا معا هي الكلام كيف قادرين تناموا من عشية كيف قادرين تحتوا راسكن على المخدة وفي عيال عم تتقلم فيه امهات انحرموا من أولادن فيه عروس انحرمت من حلم العرس والفسطان الأبيض وعيلة وولاد كيف عندكن ضمير أكيد لا عندكن احساس أكيد لا لأنكن مش بشر ولا رح تبقوا بشر بنظرنا كان مينموم اذا كان اللي موجودين ما خاصهم باللي عم بيصير كانوا قدموا استقالاتهم مينموم انا لو كنت محلهم بهذاك الوقت وكنت انا مسؤول يا اما بطلع بقول حقيقة ما هي لو شو بقدر يصير فيي مش سألنا على الموضوع او اذا ما بعرف شي وما دخلني بهذا القتون بقدم استقالتي وفل اما انه انا ظل بشارك بهالقاتون هالطغمة اللي موجودة معناتها كل واحد اللي ادخل بالموضوع لش بيعرفوا كلمة استقالة بيخافوا مننا شو بدون يستقيلوا ما في الجد بعدين الاب بعدين الابن بعدين الحفيد ما هي صارت شغلة صاح صاح بعد عنا رسالة صوتي خلينا نسمع من مين يلا اذا انفجار مثل اللي صار ما سمعوا ما شفو ما حسو انا ما بقى عندي شي يقولهم خلص الحقيق والله كبير توربو شروا انا ما بقى عندي شي شو بريد كلمة موسيقى بيروت يا بيروت مين اللي خانوك تسابك يا بيروت للموضعك أنا شايفك بيروت كيلك أساوى بيروت يا بيروت مين اللي خانوك تسابك يا بيروت للموضعك أنا شايفك بيروت دي هالكلام الأغنية صحيح بيعوك يا بيروت وخانوك يا بيروت صح للأسف بيعو بيروت ولكن أنا بشبه بيروت عاد عنه بشبهوها طائر الفنيق بيروت بشبهها للبحر البحر ما بيقبل شي وصخ فيه البحر بيزد كل شي وصخ لبرا بعيد عن المستمعين و بعيد عنك و بعيد عن كل اللي اللي نضاف بهالحيات فهن رح يزدتون الزمن لبرا إذا مش هلأ بعد حين ما في شجرة بصلت عند ربه هن مفاكرين حالهم رح يضلهم مخالدين وموجودين كتير روس طارت كتير مش طارت بمعنى طارت ماتت أو شيء كتير روس انكشفت قدم قدم خبه قدم خبه وكله بدين كشف صح و بيروت بشبهها و لبنان بشكل عام للبحر ياللي بزدت كل الوصخ لبرا ما بيخلي فيش يوصخ كلمك حلو كتير صقر أصلا هن ما بيعرفوا كلمة رب ما حدا منهم رح يوصل عند الرب على أولة ما في ولا شجرة وصلت عند الرب ما هن كمين ما رح يوصلوا لأن هن مش طلعين يطلوع نازلين نزول نعم بدي اضيف شغلة كمان اللي حكي بلوم القضاط على الشي اللي عم بصير ما بين لاموا القضاط القضاط اجوا من قبل السياسيين اذا قاضي بيقلن لأ بدي اعمل العكس بصير بيبايته تانيام هلا بعد شوية رح يحكي عن القاضي طارق البتار نعم و بدي احكي شغلة كمان من رأس محيلة فيها تايسية انا بلوم رجال الدين كيف بتقبلوا تعملوا احتفالات دينية سنوية او اي شي وبتقبلوا يقعدوا بالصف الاول طالما انت عم تطلعوا على المنبر وتحكوا انه انتوا اللي روحتوا بيروت انتوا اللي كذا ما تقبل وجوده عندك مين مكان يكون بتقلوا انت محروم دينيا كنسيا درزيا مسيحيا مسلم سني شيعي انت محروم من دينك لانك انت بشارك بهذا الاتون وقالا اطلع حكي الحقيقة وانا كرجل دين ما بقبل تكون موجود معي او قاعد وراي انا عم صلك يا امام تكون انت موجود وراي وعارفك انك انت قتلت بلدك عفوا هاد انا بلوم اللي قالهم نعم رجال الدين كمان صاروا على صف السياسيين للأسف وين رجال الدين قبل سنوات وسنوات يخبرونا اهلينا كانوا بالفعل قديسين بكل معنى الكلمة ان كانوا الرغبين ان كانوا اخوارني ان كانوا الشيوخ ما احترامي للجميع ولكن بطل في شي اسمه رجل الدين صار كله مصلحة رجل سياسي مغطى بالدين كمان صح لما اقلك هيدا الزعيم اللي سارك مليارات هيدا خط احمر لا خط احمر بالعكس اذا انا كان سرع على الكلمة وبعد عن خي اذا خي كان عامل هالاختلاص وهالسرقة انا مع انه ينكمش مما كان يكون السرقة سرقة النهب نهب انت كرجل دي مطالب انت تفضح له هيدا الشخص مش تطلع تدافع عنه وتقول خط احمر فلين خط احمر وخط ازرق فلين بدى اقرب صوبه نيجا ما حدا خطوط الحمر كترو كله احمر للاسف عنا رسالة صوتي بنسمع سوا يلا 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 انه كان لهلق بعد سنتين بعد التحقيق اذا بدي كفينة نقول انه ما بلشت متل ما لازم متل ما مفروض ينامر انا بدي اقول كلمة للسبب واللي عم بيتسبب انه التحقيق يتعرقل يقاف ما رح تقدروا تقافوا بوجه التحقيق العدالة اذا مش هلق بعد التحقيق مية سنة رح تبين ورح تتحاكموا اذا مش انتو ولادكم اذا ما فيكن تتهربوا رح يتبين كل شي رح يتحقق كل شي ما بعرف واللي عم بيتسبب انه تقاف التحقيق لانه عم بيخبي او عم بيدافع عن حضا زميله حضا بيعرفوا كتير مني عنده مصلحة معه انت كمانا مثله مثل اللي جاب اني اتراض على لبنان واللي اضرب واللي هو اكتر واحد ان انا بالنسبة الي اللي ساكت وعم بيتفرج من بعيد وما عم بيساعد وما عم بيخلي انه التحقيق ما يتعرقل والتحقيق يكون اسهل ويفتح الطريق للمحقق العدلة والمحامية والكل الجماعة العدل اللي عم بيشتغلوا انت كمانا شاهد اخرص انت كمانا ساكت مع ناطا انت كمانا مثل جابر النيترات على لبنان ان شاء الله بإذن الله ربنا معنا الملائكة دي بس ما عم يساعدونا ما رح يخلونا نستسلم اصلا ما رح نستسلم هني عم يساعدونا هني عم يعدونا القوة والصبر انه نضاين معن نفسنا كتير طويل ما رح نتخلى ابدا تمات اخواتنا ما رح نتضل على الارض وهن المجرمين اللي بلا شرف ما رح يكونوا عم مرتحين عايشين رايحين جعين مسافرين هني ولادهم عم بيعملوا اعراس وزهرات وزهرات ان شاء الله هني كمانا بيخسروا بليتهم اخواتهم اماتهم او زواجهم ما بعرف قدي معيونهم بس اللي بدي قولوا انه العدالة رح يتحقق رح تتحكموا رح تنزربوا بهالقوة الحبوسة متل الفيران شغلة تاني بقطعوا سنتين باعرف بعدها لحلق معنا جسي كل ديقة نتذكرها ما مننساها عايشة مع اهلي مع اللي بيحبوها كتير مع الدلما بعضهم بيتذكروها بيبقوا كرميرا نحنا كتير اشتقنا لك بعضنا مش تايمان ما ننسي ماكي ما مننساكي اصلا هيدا الشي منهور انت معنا جواتنا انت بقلبي رح تضلك معي انت كل نفس بخضعك بتذكريك وانت معي حيات كتير صعبة بلاك وعم تكون اصعب كل ما بيقطع الوقت نعم نحس بفراع بالبيت من دون وجودي كمعنا بنحبك كتير ان شاء الله يا رب تكوني راضي علينا ومنتلاقى بس بالصمع ومنطورينا بحبك كتير حرام حرام حروام حرام حرام حلى ح dado دمارة لبيوت كل الدنيا عم تبكي ع بيروت قتلوا البشر هدموا الحجر و اتدمارة لبيوت قتلوا البراءة و الطفول حاولوا قتل البطول بس البطل لو لن قتل بيمقوا ما بيموت يا بيروت انتو مين لتقتلوا البراءة؟ انتو مين سامح لكم تاخدوا ارواح؟ هالشباب والصبايا والعيال والنساء والرجال انتو مين؟ انتو ما عندكن رب؟ انتو ما عندكن ايمان؟ صبية بعمر الورد هيو عم تتوجه على المستشفى مستشفى الروم بالاشرفية لتبلش عملها وفجأة بيطلع الانفجار بلمحة تختفي حياتهم كلهم انتو مين؟ قلونا بس انتو مين ما عم نعرف قد ما صرتوا لبسين وجوه ووجوه و اقنع و اقنع خلصونا خلصونا منكن من قرفكن من اجرامكن تركوا شعب لبناني يعيش تركوه تركوه بقى خلصونا كيف ما بدي اتأثر اسمع هيك صبية عم تحكي عن صبية تاني عن اختها؟ كيف ما بدي اتأثر واسمع هالحكي المحزن؟ وانتو تسمعوا كأنو ما سمعتو يا عيب الشوم عليكن يا بلد امير بعرف عندك حكي ساقر تقوله تفنى القول كما تجي ست بتقول ابني حلو ومنيح وعيونه عسلية عم بتسأل عن ابني اللي راح قدي بتوجه اذا مجرد هالمسؤولين سموا هاوضل هايد الحجة وسموا هايد البنت وسموا هايد خطيب الشاب اللي حكي عن خطيبته ما بيفكوا ما بيتأثروا عن جد غريبين مش عندهم احساس؟ صحيح يا ليلتو هالجملة بتذكرها رحت عم تسأل عن ابنه الحلو عيون العسليات وينه ابنه؟ الام عم بتنبش ابنه بين الاشلاء نازلي عالقرض عم بتشوف ابنه وين بالمصف الحكي مش متل شوف في ناس كانوا تحت عالقرض خبروني قالولي يا ما فينا نتذكر اللحظة كيف كانت شوارع لحد المرفق شي ما بينتسى لأبد القابدين قد ما كان مؤثر للأسف عنا بعد رسالة صوتية من ديفيد ملاحي لنسمع شو عم بيقول لخيه رالف ملاحي نعم اللي سبب للانفجار إن شاء الله بيستلم مولاده متل معنا استلامت خيه شعفتان صغار إن شاء الله بيستلم إخواته متل معنا استلامت خيه ومتل ما بيستلم ابنه شعفتان إن شاء الله يغصوا هنه وعم بيأكلوا وليك لأيا درجة إن شاء الله يموتوا أبشع على الأموات حريق وغريق وتشلشط على الطريق ورسالتي لخيه هلأ أنا بيحاجر ألك هلأ بدي جرب لك حقك يا خيه خليك كوي في حدي هلأ أنا بدي دعمي منك بدي صلاة منك بدي تحط إيدك معك رمال أعرف مين اللي قتلك يا خيه هلأ يصبروا هلأ يصبروا هلأ يصبروا فعلا خلي نسمع مقتع ملقوني منرجع منعلقه سلاماً لونه يا كوت محبات بطعم التوت على بيروتنا الغالي وما أدراك ما بيروت سلاماً لونه يا كوت محبات بطعم التوت على بيروتنا الغالي وما أدراك ما بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت حلوة ليه ما بتتركوها تعيش مرتاحة وسعيدة شو بتكن منها؟ كرسة؟ طعم؟ منصب؟ أموال؟ ما عندكن كلهم؟ شبعوا بقى؟ يا بيروت باب المبتدى والعط تعرف لغاية اليوم صقر في 21 قضية قضائية وللأسف كلهم محتوتين بالرف خاصة القضايا أو الهوضة 21 قضية أدى لتجميد عمل المحقق العدلة القاضي طارق بطار من أكثر من 8 شهر ويلي دعموها ومين دعمتها؟ مين دعمت تعطيل الأضايا؟ حركة الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليكو هالحاكة عطلو وهلأ قاضي بطار شايل إيدو عن الأضايا من 8 شهر لا بيعلق لا بيجاوب ولا بيشرح شي لبنان لبنان كل شي بيصير بلبنان نعم للأسف في المحامي جيلبير أبو عبود اليوم هو أحد وكلة أهل الدحايا قال إنه في سيناريو إيقاف المحقق العدلة قاضي طارق بطار عن النظر بالملف خمس مرات ومن أشهر كثيرة قبل ما في ناس يدعموها من 23 كنون الأول الماضي ما في ولا نتيجة ما في ولا محكمة ما في ولا أي شي عم بيصير على الأرض للأسف لأنه في واسطة الواسطة بين هلالين عم بحطة صارت معروفة بلبنان يعني هيدا بيروت شو المستنظرين باعت من بيروت معقولة باعت يكون في تحقيق معقولة يكون في عدالة معقولة يكون في نتيجة شو بتقول صار؟ أنا والله للصراحة بشوف أنه يمكن القضاة في لبنان نحن نزهين ولكن السياسة ما عم تخليون يشتغلوا متل ما لازم فالقاضي بطار وصل لنتائج كتير كتير بتخوف كتار منشان هايك يحبوا يقصوا جناحاته ولحديد هلأ لو قادرين يضغطوا يشلوه مقا كانوا يشلوه بس مش قادرين يشلوه لأنه الزلمين مغلط ما اشتغل شي ضد القانون ما عم دافع عن حدا ما عم دافع عن القاضي بطار أو عم دافع عن فلان أو علان ولكن تركوا القضاء ياخد مجرى بعدان إذا أنا طلبوني وكنت بريق لا بدي خاف روح بروح بزبط برق ياللي عم بتقوله صاح بس لا اشتغل ضد القضاء تعرف ليش؟ لأنه هو حلفين يمين وقت بيحلف يمين لازم يطبق الحلفين يلي اخدوا من السنوات طويلة طبعا لازم ما يطبق على يلي اهله يعني هو لا عم بيساعد الناس ولا عم بيجرب يشتغل بالموضوع طب ليش ساكت من اشهر هلأ ما فيه هلأ القضاء اللي طلع ضده كف يده ممنوع يصرح ويدانع هالموضوع ما فيه القاضي بيطار اذا يكفروا يده وفيه ملاحقات قضائية بحقه ما فيه طلع يصرح هاي قضائيا عم بيحكي أنونا هلأ هو ناطر اللي تخلص هالقضايا هاي ليرجع يبلش ملفه لما تخلص القضايا بيخلق له قضية جديدة ليكفروا يده أما تنحية القاضي بيطار هايدي اللي مش قادرين عليها لأنه أنونا ما اشتغل شي غلط لحديد هلأ قانونا هو طلبهم هو عم بيقلهم طب يجوا هود اتنانا على التحقيق أو ثلاثة بنرجع بنطلب ناس غيرهم مش بس هن المطلوبين في كتير غيرهم مطلوبين ووصل للنتاج أنا حسب ما بعرف ووصل للنتاج بتخوف كتير ناس بيعرف حققية كتيرة صح من هيك راحوا زاروا أصر العدل وهددوا بنص أصر العدل جوا حتى بعرف أن عائلته عاملة حماية خاصة لأنه كمان هددوا بعائلته فإن شاء الله على أمل هالقضاء يصير حر بلبنان للملفات الـ 21 الحكيتية أو الملفات الكتير كبيرة الدسمة اللي فيها حق الشعب يتبين وتظهر حلا أمل عنا رسالة ساوتية بعد نسمع من أي فنان يال عمين بدنا نسب عالحرقوك عاللي هدم حلمك وإنت وشب هو عشرف يلي بكذب باعوك أصلا ما في عندن شرف ينسب حبا يتبلش حديثي من هالجملية اللي هي بيقى الأغنية لإلي بيروت ما بتموت صرخة طلقت لقطة بوج كل ظالم وجاني على بلدنا الحبيب لبنان صرخة بوج كل المسؤولين صرخة عتب وندم وإش مأزاز صح لأنه الحقيقة ذكرى أربع قاب مانا ذكرى عادية مانا مناسبة مانا انفجار مانا شيك أبدا صغير يمكن بنظرهم مرأ بغنور الكرام أما بنظرنا أكيد من ضم صوتنا لصوت كل أهالي الشهداء اللي خسروا أبنائهم نعم لإنفجار أربع قاب غير إنه شخصرنا هالصرح الكبير يلي اللي اللي بيتغنى فيه من ولادة بيروت لليوم يلي جربوا من خلاله يقطعوا شريان الحياة لبيروت بس للأسف نوعدهم ما رح يقدروا بإذن الله ولأنه أرضنا مقدسة ولأنه شعبنا هالقد حي ورح يبقى حي وكلنا منعرف قدى كانوا مازال حي إن شاء الله يا رب بيبقى لبنان منارة للشرق ونحنا من خلال الغنية والصوت وصلنا اللي بدنا نقوله وبنحييكم من بيروت في شام الحش قالوا بطير اسمع الأغني وكلام صدر يال يال بسم الله يا مرجوع واللولى الله بعت صبرني كاس المشد هونيك ناطرني عمبك ننسد عالحروك عاليها دم حلمك وإنت وشبك هوا الشرف ياللي بكي زبا عود أصلاً ما في عندن شرف ينسى اسمع أصلاً ما عندن شرف عم بيقول قدي صحيح كريمه حلو بعدين يقولي يا تقبرني لبنان هيك تشعر تقبرني قد ما حلو الكلام صح ومبين يعني أصلاً معروف عن الفنان هشام الحج قدي وطني وقدي بيحب دايماً حتى لو عنده حفلة خارج لبنان وقت إجا كمان على أميركا لتأينا وحكينا بيقلي دايماً عندي ضعف تجاه وطني بحب لبنان متل ما كتار من الفنانين بيقولوا منونا زين العمر معروف قدي هو وطني بالرغم من عنده عنده جنسية كنادية ما بيترك لبنان والفنان غسان سالم أيضاً عنده جنسية كنادية ولكن ما بيترك لبنان لأنه هالقد بيحبوا لبنان ياريت هالسياسيين بيشبهوا فنانينا شوي بس لا عندن أحساس ولا عندن كرمي ولا عندن شرف متل ما قال هشام الحج تين سب صح ما عندن شرف تين سب للأسف عندي بعد مجموعة من الرسائل هي مجموعة ما عم بيوجهوا لإذاعتنا أو للمستمعين ولكن خلينا نسمع شو قالوا نحن نحبكم لآخر نفس بحياتنا ورحنا نضل ناضي الكرميل قضيتكم لآخر نفس بعمرنا ولآخر يوم بحياتنا شو كان صار لو أربع أب ما كان مصيروا الانفجار شو كان صار لو كل خي ضل حتخيه لو كل أم حضنت ابنه لو كل أخت خبرت خيه عن همومه شو كان صار لو العرسان كملت فرحتهم وكبرت العائلة معهم بتوجه للمسؤولين وبسألهم مش مهم إذا نحنا ما سمحناكم بس الأهم تسألوا إذا الله حيسمحكم شتقتلك كتير يا خيه بوعدك أنه رح ضل مكمل للآخر رجيب العدالة وكرمال دمك ما يروح هادر قضيتنا نضل نحكي فيهم كل يوم وقضيتنا الأكبر أنه نتخلص من هالزقران لحكميننا اللي كل يوم عم يقتلوا شهادقنا مئة مرة بقول له أنا مفتخرة فيك قد الدنيا وأنت رفعت اللراسي وأنا بحمد الله وبشكرك اليوم إنه قل عطاني إياك وبقول له أنا اشتقتلك كتير وعم بدعي ربك اليوم إنه إرجع اجتمع فيك لآبتك رح نضلنا مكملين لنردلكم كرامتكم نحنا منحبكم كتير من كل قلبنا ورح نضلنا وراء القضية تبعكم لنعرف مين قتلكم ومين أعمل فيكم هيك عيش تقتلك كتير لك فئدة بالباد بعرف العدالة باللبنان ما حد توصل لمطرح أنتو حجيبوا حقكم بيدكم ودمكم ما حيروح هادر حبك كتير ما حأنسك كل حياتي وبدعيه لك كتير إن شاء الله أنت عند رب العالمين بقى على رتبة بقى له أنا مفتلخرة فيك قد الدنيا وإنت رفعت اللراسي وأنا بحمد الله وبشكرك اليوم إنه قلع عطاني إياك وبقى له أنا اشتقتلك كتير هم بدعي ربك اليوم إنه إرجع اجتمع فيك لآبتك أنا اشتقتلك كتير وبحبك كتير وبتمنى إنه متل ما روحك راح يتفدى هالوطن يكون دمكن وروحكن قيمة لبنان موسيقى موسيقى كل اللي غنوا بيروت كل اللي حقوا بيروت كل اللي علوا بيروت كل اللي سرقوا بيروت موسيقى صوت 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 عبدا ما بيموت ما بيموت ما بيموت صوت 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 عبدا ما بيموت ما بيموت ما بيموت يا بيروت ان الشارع رح تبقيت انت بتغني ما بتبكي اللي صار عم بصير فيكي ما بتستسلم له وراضيكي ان الشارع رح تبقيت شكرا لدكتور الهيبيتار اللي كتب هالكلم الجميل نسمع صوى انا وياك صقر نرجع منعلق على الرسائل اللي سمعنيها قبل شوي نعم موسيقى طل عمرك بالضوية ع الكون سبافي وفن من كل اول ببحرك موجك هون وهون خبر عن روعة شوفيكي اللي صار عم بصير فيكي ما بتستسلم له وراضيكي ان الشارع رح تبقيت موسيقى 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 بيروت يا ما تذمرتي نبقيت من قلبك عطي لبنان اسمه عليكي وصنعتي مجدر ايديكي اللي صار عم بصير فيكي ما بتستسلم له وراضيكي ان الشارع رح تبقيت كل اللي غنوا بيروت كل اللي حبوا بيروت كل اللي علوا بيروت كل اللي صرفوا بيروت موسيقى موسيقى قسروقي بمروقي بمروقي لدين السوداء كسروقي شروقي للنوب العميات قسروقي بمروقي لدين السوداء كسروقي شروقي بس نسيو انك اقوى وعقلوبنا انت الاغلى وراجعة ايابك احلى بيروت اغنية بيروت يلي سمعناها هي من كلمات الفنين اللبناني شامل غسان سالم والحان وتوزيع الموسيقى اللبناني الاستاذ جادر رحباني هلو كتير هما الرسائل يلي مؤثرة نعم كلامة كتير مؤثر صح وغسان معروف قدي عنده احساس مرهف قدي بيكتب حلو صح خاصة هيدا الاغنية كتب من قلبه لانه بيروت موجوعة مثل ما هو موجوعة وقلبه موجوعة وقديها بصوت حزين يعني بيأثر فينا بفوت للمشاعر صح بنهاية البرنامج رح نرجع نشوف هالديقة وعشر ثواني اللي يصور فيهم اغنية بيروت ولكن قبل اسمعنا رسائل صوتية الام عم تتمنى ترجع تحتهم ابنها وتشوف ابنها وفيه ام فخور بابنها وفيه خايف فخور بابنه ولكن لحظت كلهم عم بيتلبوا من ارواحهم القوة نعم لانه دايما بس نفقد شخص عزيز ونكون نحن على الارض عاجزين الحقيقة اللي هن عم بيطلبوا فيها نطلب الدعم من ارواحهم يلي ربنا بيكون عطيها القوة ويمكن بعدها موجودة حوالينا وحواليهم يعني وعب تتعامن وتساعدن ولا او نفسيا الله يرحم بيك وباي اللي مناخد قوة منهم كرمالك نحن منعرف الله يرحم بيك كمان اليوم يمكن استيسي قوة فيك كمان مشكورة انك عم تطلع بحلقة مؤثرة بيوم مؤثر بحياتك الله يرحم والدك كمان اليوم ذكرى وفاته السنوية للأسف يعني هيدا حالة دنيا بالنهاية بس مشكورة كتير انك عم تطلع بهالقوة هيدا شكرا ذكرى وفاته بواحدة وعشرين ولكن هيدا نهار المؤلم يلي دخل فيه على المستشفى فهيدا نهار بلش فيه الحزن والمعاناة وقال لي يرحم والدك يلي انت بتاخد قوة منه هو بيعطيك القوة صح لا تقدر تستمر بالحياة صح صح يعني انا متل ما ذكروا الويسات انه هلأ نحنا بحاجة لالكن وانا ما رأت بمرحلة كنت عم بقول نفس اللي كنت عم بقوله ولكن بي توفى وفي الطبيعية ما توفى شهيد او قتل او نسرق سرقة بهالطريقة هاي وكنت بتقلم كتير فكيف هنه ان انا عم بحس بيوجعهم هلأ اكتر من واجعي انا وخاصة انخي عم بيقول استلمتك شقفتين وبي استلمك شقفتين قدي بيوجع هالشي هرام طيب الوجع نعش ونص إلى خمسة دهر بتوقيت استوديوهات راديو ستارس ازاعة النجوم اللبنانية صرنا بختم حلقتنا الحزينة لليوم ذكرتين من انفجار مرفق بيروت قبل ما اعطيك الكلمة الختمية شكرا سقر لانه كنت عم بتقدم معي هالحلقة حدرناها سواقنا وياك لنقدر نطلع نوسل رسالتنا وبعتذر من المستمعين والمشاهدين اذا كنت قاسية بس ما بعتذر من المجرمين والحرمية لانه هايدي حقيقة والحقيقة تقال بدي اقولها متل ما هي وكيف ما كانت شو عندك تقول بختام حلقة لن ننصى لليوم بختام الحلقة اول شي بدي تشكرك كمان ستيسي كمان تشكر انه بلتكون معك بالحلقة يعني شارف كبير لالي شارك معك بها بتقديم هالحلقة المؤثرة وانا كلمة اسمع فويس كلمة كان جسمي كله عم بتحرقص انه ما تدايق انه حرام بختام هالحلقة بحب اقول اللي بتمنى من كل قلبي من كل قلبي حقيقة تبين على القليل ان ريح روح هالاشخاص ياللي رحلوا لانه روحهم ما بترتاح اذا ما الحقيقة ظهرت ولو بعد حين بدا تظهر الحقيقة ان شاء الله تظهر قريبا كمان هالام اللي خسرت ابنه واللي محن يعني الحقيقة بتبرد لها خسارة ابنه هاللي اخد خيوشة افتان كمان بعيد عن السمعين كلهم وبعيد عنك ستيسي كمان انه كمان منا سهلة ابدا هالخيال مجرد ما يقول لكلمة الواحد قدى موجعة كمان الحقيقة بتبرد بقلبه هيدا الشي بس ينظر لهالشغلة هيدا ويبينوا الحقيقة مما كان يكون لازم يبين صح اختصرت كتير من الكلام كنت راح اقولون انا بدم صوتي لصوتك على امل ربنا وبقى عجوبة من عنده تظهر الحقيق باسرع وقت ممكن وبقى عجوبة من عند ربنا ترجع بيروت تعيش شاءوا ام ابو لبنان ترجع ايام الحلوة ترجع له وان شاء الله يا رب كلكم ترتاحوا وتعيشوا حيات سعيدة لانه شعب اللبناني عينه كتير اربع قاب مش كلمة انفجار مرفق بيروت مش كلمة ذكرتاني وقليمي لبيروت انا بعزي كل اهالي الشهداء والله يرحمون وبعرف انتو من فوق نطرين الحقيقة والعدالة وان شاء الله بقوتكن انتو راح تبين الحقيقة مني انا ستيسي افيديكيان ارابيان ومن زميل الاعلام اللبناني سا اربعيني منعزيكم وشكرا لكل المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا الى اللقاء ان شاء الله شكرا الى اللقاء سعيد ان شاء الله قريبا شكرا 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 الذهاب والدة عن موسيقى 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 خرقوكي دمروكي لدين السوداء كسروكي شوروكي للنقوب العمية خرقوكي دمروكي لدين السوداء كسروكي شوروكي للنقوب العمية بس نسيو انك اقوى وعقلوبنا انت الاغلاق وماشاء نامك أسلاق بيروت موسيقى موسيقى المترجم للقناة Radio Stars Radio Stars إذا عيت النجو من لفنني Radio Stars Radio Stars إذا عيت النجو من لفنني Radio Stars